وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 403 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 34 طن من المواد الغذائية وضبطت الحملات الأمنية أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وكذلك ضبط قرابة 27 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية أما في مجال قضايا المخابس فتم ضبط 500 وقضيتين من بينها 96 قضية خبز ناقص الوزن و107 قضايا خبز غير متابق للمواصفات فضلا عن ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 30 طن من الأقماح المحلية في مجال ضبط مخلفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي